يتبقى كابتن أحمد فتحي وأنا لحقيقة عايز أتكلم مع حضراتكم في كل تفاصيل ما حدث خلال الفترة الأخيرة مع كابتن أحمد فتحي كابتن أحمد فتحي لجنة التخطيط في النادي الأهلي ارتقت وجود أحمد فتحي خلال الفترة القادمة داخل النادي الأهلي ثلاث جلسات بدأت من حوالي أسبوعين أو ثلاث أسابيع مع بداية شهر مارس ثلاث جلسات كان من المفترض أن تكون مع كابتن أحمد فتحي الجلسة الأولى تأجلت الجلسة الثانية تأجلت الجلسة الثالثة كان هناك جلسة طويلة ما بين كابتن أحمد فتحي وما بين لجنة التخطيط وهي قامات كبيرة جدا جدا كابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط الكابتن زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط الكابتن خالد بيبو عضو لجنة التخطيط وايضا الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة وكابتن أمير توفيق مدير التعقدات في النادي الأهلي طيب ماذا حدث بعد أو في خمس ساعات قعدت اللجنة خمس ساعات عرضت كل الأمور التي من الممكن أن يتم عرضها على النادي الأهلي على أحمد فتحي كتاريخ كبير داخل النادي الأهلي أكثر من 12 سنة أو 11 سنة متواجد داخل النادي الأهلي بطولات كثيرة وأمور كثيرة جدا 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 ولكن لو حضرتك بصيت خلال ال11 سنة السابقة في أحمد فتحي أحمد فتحي جدت تقريبا في النادي الأهلي مرتين أو ثلاث مرات خلال هذه الفترة المرة الأولى أصر أحمد فتحي كابتن أحمد فتحي على أن هو يسافر إنجلترا ورجع بعد كده النادي الأهلي رجع أو رجع أحمد فتحي بعد سفره لإنجلترا بعد سفره لإنجلترا في التجديدة الأخرى كابتن أحمد فتحي أصر أنه هو يخرج إلى نادي أم صلال القطري وبعد كده يرجع مرة أخرى أيضا للنادي الأهلي وبعد نهاية الفترة السابقة كابتن أحمد أصر أن ده آخر موسم لهذا الموسم لي أنتقل إلى نادي آخر بعد نهاية هذا الموسم شتبقوا بس حضراتكم العارفين الموضوع كاملا أنا الحقيقة كنت محضر كلامك تاني خالص أن أنا حتكلم فيه مع حضراتكم